اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في الحلقة التاسعة عشر من حلقات هذا البرنامج المبارك الركن الرابع الذي يأتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشادة في المملكة العربية السعودية ويناقش مواضيعا فهم كل مسلمين ومسلمين اليوم بإذن الله تعالى اشتركوا في كتاب الله تعالى كثيرا وقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم به فقال وإنك لعلى خلق عظيم موضوع الخلق الذي كلنا يطلبه وينشده حول هذا الموضوع أسعد باستضافة فضلة الشيخ الدكتور راشد بن عثمان الزهراني عضو لجنة البرامج التوعوية بالشؤون الإسلامية أهلا وسهلا مرحبا بكم دكتور راشد حياك الله يا شيخ مرحبا بك حياكم الله أيضا مشاهدين الكرام نسعد كثيرا بمشاركاتكم عبر وسم البرنامج الروحنا الرابع على توفر وبإذن الله تعالى تعرض فينا هذه الحلقة أعود إليك دكتور راشد ولكن قبل أن نتحدث عن موضوع الخلق اليوم يعني اليوم عشرين عفوا وهي ليلة واحد وعشرين وقد يعني على مشارف الآن الدخول في العشر الأخيرة مع مغيب شمس هذا اليوم لو كان من كلمة نستفتح بها هذا اللقاء عن العشر الأوافر من رضا وكيف نستقبلها وكيف استقبلها نبينا صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم مبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فما أسرع مرور هذه الأيام التي وصفها الله جل وعلا في كتابه فقال أياما معدودات مرت الأيام الصريعة ولم يبقى في شهر رمضان إلا العشر الأخير من هذا الشهر والمحروم حقا هو من فرط في شهر رمضان فلم يغفر له والمحروم أعظم من لم يتدارك هذه العشر الأخيرة من رمضان وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من رغم أنفو من أدرك رمضان فلم يغفر له وكان النبي عليه الصلاة والسلام له مع رمضان حالة مختلفة في العبادة عن غيرها من أشهر العام لكن العشر الأخيرة من رمضان كان يخصه النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد اهتمام وعناية وقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخلت العشر جد واشتهد وشد المئزر وأيقظ أهله عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وكان ذلك كناية عن اعتزال النساء والإقبال على طاعة الله جل وعلا وخاصة في قيام الليل في رمضان فهذه أيام مباركة لا ينبغي للمسلم أن يفرط فيها وخاصة أن العبد يتهلمس فيها ليلة العبادة فيها خير من العبادة في ألف شهر وهي ليلة القدر التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه والله جل وعلا قال في كتابه إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فالعبادة في هذه الليلة خير من العبادة في أربعة وثمانين عاما وستة أشهر تقريبا وقد ذكر العلماء رحمهم الله أنها تكون في أوتار العشر الأخير فهي إما ليلة الحادي والعشرين هذه الليلة التي نستقبلها إن شاء الله أو ليلة الثالث والعشرين أو ليلة الخامس والعشرين أو ليلة السابع والعشرين أو ليلة التاسع والعشرين فهي خمسة أيام لا تخرج عنها على الصحيح ليلة القدر وقد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت لو أدركت ليلة القدر ماذا أقول قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فينبغي لنا أن نحرص على هذه الأيام وأن نعمرها بطاعة الله من فرط في أول الشهر فهناك فترة لتدارك الثلث الأخير منه ومن أحسن في أول الشهر فلابد أن يجد في الأخير في هذا الشهر فإن الخيلة الأصيلة إذا بلغت نهاية السباق تعد وتركض لتنال مرادها وبغيتها جميل دكتور راشد إذن هي لا نقول إلا ليالا بسيطة ويختتم هذا الشهر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم هذا الشهر وقد غفر لنا جميعا أعود إلى موضوعنا دكتور راشد وهو موضوع الأخلاق الأخلاق يعني وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب خلق عظيم وأيضا عائشة رضي الله عنها قالت كان خلقه هو القرآن بداية لو تحدثنا عن هذا المصطلح وهذه الكلمة الأخلاق ماذا نقصد بها الأخلاق هي من القيم التي تشترك فيها جميع الشعوب فالناس جميعا على وجه هذه الأرض ينشدون الأخلاق الكريمة ويميزون بين الأخلاق الحسنة وبين الأخلاق الرديئة فيجعلون الصدق والأمانة في الأخلاق الحسنة ويجعلون الكذب والخيانة في الأخلاق السيئة فهذه القيم قيم الأخلاق هي من القيم التي تشترك فيها المجتمعات جميعا حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام لما تحدث عن بعثته قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي رواية صالح الأعمال فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أتى إلى قوم يملكون من الأخلاق بعض القيم وبعض المكارم وبعض الأعمال الحسنة لكنهم في جانب آخر نقصوا في غيرها وبدلوا أخرى فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ليقيم هذه النماذج العظيمة والمثل الكريمة والأخلاق الحسنة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق كان العرب في جاهليتهم يلتمسون بعض هذه الأخلاق وكان بعضهم يميز بصدق أو بأمانة أو بعفاف أو بنحو ذلك وكان من بين هؤلاء الذين عاشوا في مجتمع الجاهلية قبل البعثة هو النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقد تميز بين قومه بصفتين عظيمتين كان لها الأثر العظيم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وهما الصدق والأمانة ولهذا لما قام النبي عليه الصلاة والسلام في دعوته الجهرية حينما صعد على جبل أبي قبيس وأخذ ينادي في بطول مكة بطنا بطنا يا آل بني عبد مناف يا آل بني عدي أخذ يناديهم بطنا بطنا فلما اجتمعوا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام أرأيتم لو أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك كذبة فهنا خلق الصدق بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام أيضا حينما تتأمل في حينما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام خمسة وثلاثون عاما وتم أهدم الكعبة وإعادة بنائها لما بلغوا إلى الحجر الأسود اختلفوا أي قبيلة تضع هذا الحجر وأي بطن من بطون مكة يضعها حتى كادت أن تحدث مقتل عظيمة فمنهم من أتى بجفنة فيها دم ووضع يده على الدم إشارة إلى أن دمه دون أن يأخذ أحد الشرف بوضع الحجر الأسود في مكانه فدخل عليهم شيخ من أشياخ مكة وقال لهم إنكم إن فعلتم هذا فنيتم ولكن حكموا أقرب رجل يدخل من هذا الباب باب بني شيبة وبينما هم يترقبون الأبصار تترقب والقلوب تترقب وإذا بنبينا صلى الله عليه وسلم يطل على القوم بتلك الطلة البهية وذلك المنظر الذي يأخذ بالألباب فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا جميعا بلسان واحد الصادق الأمين قد رضينا قد رضينا فالخلق والأمانة والصدق والمكارم الأخلاق كان مما يميز الرجال الصالحين حتى كان في مجتمع الجاهلية فلذلك حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان العرب يميزون بين هذه المكارم وبين رضي الأعمال الذي نريد أن نصل إليه أن القيم المثلى والأخلاق الكريمة هي من المشتركات بين الشعوب جميعا ولكن رابط الدين هو من الدوافع التي تؤكد على هذه القيم وتهذبها وتجعل السائر عليها سائرا على الخلق الصحيح والأعمال القويمة كما أراد الله أراد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم اللهم صلى الله عليه وسلم عندما قالت عائشة رضي الله عنها واصفة النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن ما المقصود؟ ماذا تقصد عائشة رضي الله عنها؟ الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الاعتصام قال وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ وهو يبين معنى قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال وَإِنَّمَا كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنُ لأنه حكم القرآن على نفسه فأصبح في قوله وفي فعله موافقا للقرآن وهذا هو معنى أن يكون الإنسان قرآنا يمشي على الأرض بمعنى أن يتهذب بآداب القرآن وأن يأتي بما أمر الله سبحانه وتعالى به من أخلاق كريمة ومن قيم عالية ومن استجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم من حكم القرآن على نفسه فهذا هو الذي يصدق عليه أنه كان خلقه القرآن ولا أصح من هذه العبارة إلا على نبينا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فإنه أخذ من الأخلاق بأكرمها ومن القيم بأفضلها زكاه الله جل وعلا في علمه فقال وما ينطق عن الهوى وزكاه الله جل وعلا في خلقه فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم جميل دكتور راشد عندما يكون المسلم مؤمن وطائع لله سبحانه وتعالى لكن أخلاقه تنافي الأداب الإسلامية كيف يمكن الجمع بين القولها؟ هذه الإشكالية نحن الآن نعاني في مجتمعاتنا الإسلامية بشكل عام من انفصام نكد بين الإسلام كقيمة عليا أتابها النبي عليه الصلاة والسلام من عند الله جل وعلا وبين ممارساتنا وتعاملاتنا سواء مع أنفسنا أو مع بعضنا البعض أو حتى مع المسلمين بشكل عام أو حتى مع غير المسلمين وذلك تجد إشكالية كبيرة في تفاهم الغرب أحيانا لقيم الإسلام فهم يقرؤون معاني القرآن الكريم فيجدونه يدعو إلى هذه القيم المثل الكريمة وإلى الرحمة وإلى حسن الخلق وإلى الرفق واللين وأيضا ينظرون في الجانب الآخر إلى تعاملات بعض المسلمين مع هؤلاء الناس فهنا يحدث الانفصام النكد وأتذكر مرة وربما ذكرتها في ثنايا هذه الحلقات أن شخصا حينما استمع إلى قصة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أحد خطباء الجوامع قال كلمة عظيمة قال بعد أن استمع إلى سيرة عمر وإلى أخلاق عمر وإلى عمر رضي الله عنه قبل الإسلام وعمر بعد الإسلام كيف هذب هذا الإسلام عمر رضي الله عنه كيف غير من أخلاقه كيف جعله رجلا مختلفا كيف جعله رضي الله عنه أرضاه يسير بأخلاق كريمة ومثل عالية لما استمع إلى سيرة عمر رضي الله عنه قال إذا كان عمر بهذه القيم و بهذه الأخلاق و بهذه المبادئ فكيف بمن ربى عمر على هذه القيم و هذه الأخلاق و هذه المبادئ ثم أخذ يقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ثم أسلم نحن نتحدث أن القيم و الأخلاق هي أفضل طريق لنا لدعوة الآخرين إلى هذا الإسلام أندونيسيا بلد فيه أكبر بلد من حيث عباد السكان فيه أكثر من 280 مليون مسلم ومع ذلك حينما تعود إلى جذور دخول الإسلام لدى أندونيسيا هو كان عن طريق التجار المسلمين الذين ذهبوا إلى هناك لأجل البيع و الشراء لكنهم كانوا يبيعون و يشترون وهم يستحضرون القيم و المثل و الأخلاق الكريمة مما جعل هؤلاء الناس يتعرفون على الدين الذي يحمل الناس و يحمل هؤلاء التجار على هذه القيم و الأخلاق فدخل الإسلام في تلك الديار و في تلك البلاد نحن بحاجة أن نتمثل هذه الأخلاق في مدارسنا نتمثل هذه الأخلاق في أماكن عملنا في قضائنا لمصالح الناس و حاجياتهم حينما نبتسم للآخرين فإننا نمثل الإسلام بهذه الابتسامة الصادقة التي هي نوع من الصدقة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة و السلام حينما نقضي و نسعى في مصالح الآخرين و تفريج كرباتهم و نتمثل قول النبي عليه الصلاة و السلام من فرج عن مؤمن كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة أحيانا حينما تكون في مستشفى و تجد المريض أو أهله منزعجون من حالتهم المرضية التي يعانون منها تحمل هذا الطبيب و تحمل الكادر الطبي و الإداري لهؤلاء الناس هو أيضا من الأخلاق و القيم الكريمة التي ينبغي لنا أن نحملها حملنا لهذه الأخلاق هو دعوة لنا للإسلام هو دعوة للآخرين إلى أن يدخلوا هذا الإسلام هو تعريف للناس بهذا الإسلام هو تعريف للناس بهذا القرآن هو فتح للقرآن للناس بلغاتهم المختلفة لكن بفعل واحد يفهمه الجميع و بالتالي قيامنا بالأخلاق إحسان لأنفسنا و طمأنينة لقلوبنا و إحسان عظيم لهذا الدين و كم من شخص لا يعرف شيئا و لا يعرف أحكام كثيرة في الإسلام لكن بخلقه و بقيمه استطاع أن يدعو كثيرا من الآخرين إلى أن يدخلوا هذا الدين العظيم و أن يستقيموا على ما أراد الله و أراد رسوله جميل لنا سأذنكم دكتور راشد في أخذ هذه الفقرة اليومية و وقفاتهم مع آيات هذه الفقرة التي نستمع إلى فيها إلى آيات من الذكر الحكيم و يعلق عليها الأستاذ الدكتور خالد المصلح نحن نتابع الركن الرافع نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون و إن لك لأجرا غير ممنون و إنك لعلى خلق عظيم فستبصر و يبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله و هو أعلم بالمهتدين الأخلاق أيها الإخوة و الأخوات ذو منزلة عليا رفيعة و لا تعجب من هذا الكلام فإن الأخلاق ليست بسمة صفراء و لا كلمة عذبة مع خلوي ذلك عن قلب سليم محب للخير للناس إن الأخلاق منظومة أخلاق منظومة أعمال منظومة تصرفات يكتمل بها الإنسان و يرتقي إلى مراتب الإحسان نعم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيان ما جاء به و ما بعث به فيما رواه أحمد بإسناد جيد من حديث أبي هريرة إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق و رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى أولئك الجاهليين الذين يعبدون غير الله لم يقتصر في دعوته على دعوتهم إلى عبادة الله وحده بل أمرهم بصلة الأرحام أمرهم بالكث عن الظلم أمرهم بإقراء الضيف وأمرهم بجملة من خصال الحسن والكرم والفضل والمعاملة الطيبة مع الخلق لماذا؟ لأن الشريعة لا يمكن أن يتحقق غرضها و مقصودها إلا بأمرين أن تكون حسن الصلاة بالله و ذلك بتوحيده و القيام بحقه و أن تكون حسن الصلاة بالخلق و ذلك ببذل الندى و كف الأذى و بذل المعروف ما استطعت إلى ذلك سبيلا نعم الأخلاق هي الدين و لذلك يقول ابن القيم رحمه الله من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين و لا عجب فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا كما في الصحيح و يقول صلى الله عليه وسلم أثقل شيء في ميزان أي في وزن الأعمال الصالحة يوم القيامة حسن الخلق أسأل الله أن يجمل أخلاقنا اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق و اصرف عنا سيئها لا يهدي لأحسنها و لا يصرف عنا سيئها إلا أنت و صلى الله وسلم على نبينا محمد الركن الرافع مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدين الكرام في حلقتنا التي نتحدث فيها عن الأخلاق مع ضيفنا فضيلة الدكتور راشد الزهران مرحبا بك مرة أخرى حيئة كلاستاذ دكتور كيف طرحت أو عالجت السنة النبوية موضوع الأخلاق حينما طبعا السنة النبوية عالجت الأخلاق بأمرين بفعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فكل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم و عاش معه و استمع إليه الجميع كان يجمع على حسن خلقه و مكارمه عليها أفضل الصلاة وأتم السلام وسأضرب لك مثال عظيم يدل على تواضع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مر النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة و هي تبكي وليدها عند القبر فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري فالتفتت إليه و قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي انصرف النبي عليه الصلاة والسلام فقال لها الناس أهكذا تخاطبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت والله ما عرفته والله ما عرفته فلحقت بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى دخلت إلى داره و قالت يا رسول الله والله ما عرفتك فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى أراد أن يبين لها أن الأصل ليس أنك عرفت النبي عليه الصلاة والسلام أو لا ولكن الأصل أن تأخذ بما جاء به الله و ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو الصبر والاحتساب فهي كانت تتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام وتعتذر ولم يتحدث عن هذا الأمر لأن الأهم من ذلك هو استجابتها فيما بعد لأمر الله وأمر النبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن محاسن الأخلاق قال إن من أثقل ما إن من أعظم ما يثقل ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا وإن أبغضكم مني منزلا أسوأكم أخلاقا إذن الخلق الحسن صاحبه قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار وصاحب الخلق السيء بعيد عن الله بعيد عن الناس بعيد عن الجنة قريب من النار وكل واحد ينظر أي اختيار يشاءه فالمطلوب أن نسعى بهذه الأخلاق الكريمة والقيم الفاضلة وأن نأتي بها كما أراد الله سبحانه وتعالى وأراد النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الناس حتى في الأخلاق وفي القيم يفسرها كما يشاء ويقلب معانيها كما يريد لا الصدق هو الصدق يجب أن يسير عليه الإنسان بدون تحايل أو كذب والأمانة بدون خيانة ونقض للعهود والمواثيق التي أمر الله عز وجل بالوفاء بها جميل دكتور راشد من الأخلاق الجميلة والكريمة والتي حث عليها الإسلام ونريد أن نخصها بمزيد حديث موضوع الكرم موضوع الكرم سبحان الله حتى وإن كان الشخص عنده نقص في الخلق كأنه سريع غضب أو مثلا ربما ينفع الكثيرا لكن لو كان عنده كرم لمحا الكرم سيء الخلق بلا شك نعم ماذا يمكن أن تقول حلو موضوع الكرم؟ كثرت عيوبك في البراية وسرك أن يكون لها غطاء تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء فلا شك أن السخاء والكرم ومحاسن الأخلاق تستر هذه القبائح الكرم تحديدا بما أننا أيضا نحن الآن في العشر الأخير من رمضان والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم هو من أجود الناس وأكرم الناس وأعظم الناس في هذا الأمر حتى قال عنه بعض الشعراء ما قال لا قط إلا في تشهده لو لا التشهد كانت لأه نعم لما كان يوزع الغناء في حنين التف حوله بعض الأعراب فأحدهم جذب رداء النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة حتى أثرت على عنقه فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكم وهم يقولون إن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فقال على رسلكم فوالله ليس لي فيها إلا الخمس وهو مردود عليكم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فهو الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام ما طلبه أحد شيئا فاعتذر له النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك هذا الأمر وهذا بلا شك دليل على كرمه العظيم صلى الله عليه وسلم في رمضان الجود مع النبي صلى الله عليه وسلم يتضاعف ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال و إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس و كان أجود ما يكون في رمضان حين يدارسه جبريل القرآن فرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فالكرم من صفات الأنبياء و من صفات المرسلين ولذلك الله جل وعلا قال وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وجاء في آية أخرى فراغ إليهم فجاء بعجل فهنا يأتي الكرم والجود في حياة الأنبياء جميعا عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم من هو قال عليه الصلاة والسلام يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم أفضل الصلاة والسلام جميعا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جماعتنا يا جرير المجامع فهذا دليل على كرمهم وأن هذا الخلق من الأخلاق الكريمة التي يشترك فيها جميع الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم السلام جميل الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بالكرم أو الكريم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وأيضا في موضع آخر إن ربي غني كريم يعني ماذا نفهم أو ما المقصود أيضا بهذه اللفظة عندما وصف الله سبحانه وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله جواد يحب الجود فالله سبحانه وتعالى كما وصف نفسه جل وعلا بأنه كريم سبحانه وتعالى وهذا الكرم من الله جل وعلا يتأتى في صور عظيمة فمن هذه الصور قول النبي صلى الله عليه وسلم إن يمين الله ملأ لا يغيظها نفقه سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مدخلق السماوات والأرض فإنه لم يغض مما في يمينه شيء سبحانه وتعالى وجاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك في ملكي شيئة إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر من كرم الله جل وعلا توبته على التائبين والله سبحانه وتعالى قال نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذاب هو العذاب الأليم وقال سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم من مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى إجابته لدعوة المضطرين وأهل الحاجة قال جل وعلا وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وقال سبحانه وتعالى أم من يجيب المضطر إذا دعاه فالله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين ويغيث المكروبين سبحانه وتعالى وهذا من مظاهر كرمه جل وعلا وماذا عن مظاهر كرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ مظاهر كرم النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا نماذج منها قبل قليل في بعض المعاني التي ذكرناها في رمضان كرمه في رمضان عليه الصلاة والسلام إعانته للناس وقضاء حوائجهم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام جميل كل ذلك من مظاهر كرمه لكن سأضرب لك مثال أيضا حتى في تحفيز الناس في تحفيز النبي عليه الصلاة والسلام للناس على هذا الخلق الصحابة رضوان الله عليهم إنما هم انعكاس للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم شخصيتان عظيمتان نجلهما جميعا أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم أمر أصحابه بالبذل والإنفاق فقال عمر فصادف ذاك يوما كان لي فيه مال فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته كانوا يتنافسون في الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فكانوا يتنافسون في الخيرات ويتسابقون في الطاعات فقال إن سأسبق أبا بكر إن سبقته يقول فذهبت إلى داري وأخذت المال ووضعته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي ما أبقيت لأهلك قلت يا رسول الله أبقيت لهم نصفه تبرع بنصف ماله قال ثم أتى أبو بكر رضي الله عنه فوضع المال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر قال أبقيت لهم الله ورسوله تبرع وأنفق جميع ماله لا يصل الإنسان إلى هذه الدرجة في الكرم والبدل والعطاب إلا إذا كان يعلم علم يقين أن الله عز وجل سيخلف عليه هذه النفقة وسيضاعفها له سبحانه وتعالى جميل أنا أستأذنك دكتور راشد في قراءة بعض التغريدات التي دونها متابعي البرنامج متابع هذه نوف المطيري تقول حسن الخلق يستر كثيرا من السيئات كما أن سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات ملامح المجلس تقول الأخلاق هي الروح التي لا تموت بعد الرحيل ما أجمل أن تسير بين الناس ويفوح منك عطر أخلاقك اجعل لنفسك عمرا لا ينتهي نورة تقول حسن الخلق سبب من أسباب محبة الله للعبد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب عباد الله إليه فقال أحاسنهم أخلاقا آفاق السراب تقول الأخلاق نبع الروح كلما كان ماءه صافيا اخضر وأثمر ما حوله وإن خالطه الوحل كان مستنقعا حياة أمل تقول حسن الخلق يجلب خيري الدنيا والآخرة طيب نكتفي بهذه المشاركات وهذه التغريدات وأشكر الإخوة والأخوات الذين دونوا وسجلوا هذه التغريدات أعود إليكم دكتور راشد نحن تقريبا على مشارف نهاية هذه الحلقة وقد تحدثنا عن موضوع الخلق وموضوع الكرم الذي هو نوع من الأخلاق ماذا يمكن أن تقول في دقائق البرنامج الأخيرة أنا أقول خاصة نحن في العشر الأخير من رمضان أن يحرص العباد على البذل والعطاء والنفاق في سبيل الله جل وعلا وأن يكون الكرم لهم سجية وليعلم العبد أنه ما أنفق من خير أو تصدق بصدق أو كان كريما فيما أعطاه الله جل وعلا إلا ضاعف الله له حسناته وأيضا عوضه الله خيرا منها وسأضرب مثالا في هذا عن بعض السلف رحمهم الله تعالى قام خطيبا فقال يا قوم والله ما أنفقت نفقة إلا وعوضني الله خيرا منها لأن الله جل وعلا قال وما تنفق من شيء فهو يخلفه فسمعه بعض التجار فذهب فقال إن إذن الصدقة والبكرم والبذل يضاعف المال لا ينقصه فذهب يبدل من ماله وينتظر عوائدا فلم يأتيه شيء فعاد إلى هذا الخطيب فقال له لقد قلت كذا وكذا وقد بذلت مالا ولم يعد إلي منه شيء قال يا رجل إني أعامل الله بيقين وأنت تجربه إني أعامل الله بيقين وأنت تجربه لا يستوي من يوقن بكلام الله جل وعلا ويلتمس فيه الخير في الدنيا والآخرة ومن يجرب ربه سبحانه وتعالى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل كرم وأهل جود وبذل وعطاء فهذا أبو طلحة الأنصاري لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن الله جل وعلا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحا وإنها صدقة في سبيل الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخن بخن ذاك مال رابح اجعلها في الأقربين فجعلها في الأقربين وفي بني عمه وهذا دليل على كرم الصحابة رضوان الله عليهم وعلى بذلهم وجودهم وعطائهم جميل دكتور هل الكرم هو الصدقة؟ الكرم هو معنا أوسع الصدقة تكون للفقراء وتكون للمساكين وتكون للمحتاجين أما الكرم فهو عام يكون لهم ولغيرهم والإنسان حينما يبذل من ماله كرما فإنه بلا شك يكون سخيا ندي الكف وهذا ما كان عليه حتم الطائي حتى قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فكان يبذل من ماله بذلا عظيمة وكان من أجود الناس لكن أحيانا بين الكرم وبين الإسراف شعره يعني ينبغي للمسلم أن ينتبه لها الكرم الذي يكون مبنيا على أن يحمد الإنسان فيه بين الناس فقط هذا ليس هو الكرم الذي أراده الله جل وعلا بل إنه قد يصل أحيانا إلى الرياء والسمعة وقد يصل أيضا إلى التبذير والإسراف الذي نهى الله جل وعلا عنه فقال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال إن المبذرين كانوا إخوانا الشياطين جميل دكتور يعني تحدثتم عن الكرم وأنه يعني أفضل ما يكون في رمضان هل هناك فرق في الأجر ما بين رمضان وغير رمضان البذل الصدقة والإنفاق في سبيل الله بلا شك أنه مطلوب من العبد أن يكون دائما مطلوب من العبد أن يكون أما خلق الكرم فيكون في جميع حياته والكرم معنى أوسع من الكرم بالمال الكرم بالكلمة الكرم بالجاه الكرم بالابتسامة الكرم بالإحسان فالكرم معنى أوسع لكن إن أردت الحديث عن الصدقة والبذل والإنفاق في سبيل الله فبلا شك أن البذلة في نهاية في رمضان خير من غيره وفي العشر الأخير خير من غيرها كما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فقد كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فالجود والإنفاق في رمضان بلا شك أنه محبب ولهذا العلماء رحمه الله تعالى حينما يتحدثون عن زكاة المال يقولون الزكاة تجب عند مرور الحول لكن لو قدمها المسلم لدراك وقت فضيل كشهر رمضان فلا بأس بذلك ليدرك العبد الأجر لأن العبادة في الأزمنة الفاضلة وفي الأماكن الفاضلة مضاعفة عن غيرها جميل دكتور راشد سبحان الله ونحن نشاهد سواء داخل هذا البلد أو غيره من كان أكثر كرما رزقه الله مالا هل هناك ارتباط بينهما؟ هو الارتباط بما يريده العبد من الله سبحانه وتعالى كلما كانت صلتك بالله أعظم وإنفاقك لهذا المال تبتغي به وجه الله سيكون عوائده عليك كبيرة وكما ذكرت هناك كثير من رجال الأعمال في بلادنا مثلا والتقينا بهم واستمعنا إليهم وقرأنا لهم في مؤلفاتهم يقول إنني أعيد جزء كبير من فضل الله عز وجل علي في تجارتي إلى إخراجي للزكاة وإلى الصدقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقص مال من صدقة بل تزد والعبد إذا أنفق وهو على يقين بالله سبحانه وتعالى فسيجد الخير والبركة والأجر من الله سبحانه وتعالى كما وجدها الصحابة رضوان الله عليهم ولكن بشرطا يتعامل العبد مع ربه بيقين لا بتجربة جميل في دقيقة دكتور كيف ننشر ثقافة الكرم في مجتمعنا أعتقد أن ثقافة الكرم تنشر بالأفعال أكثر من أن تنشر بالأقوال لكن حينما يعلم المسلم أن الكرم صفة من الصفات الممدوحة وهي من صفات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهي من محاسن الأخلاق الرجل يعظم بالكرم ويرتفع به وأيضا يدس نفسه بالبخلي وعدم الإنفاق وعدم البذل فالكرم من الأخلاق الكريمة ومن المحاسن العالية العظيمة في الإسلام في القرآن في سنة النبي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى بين الناس أخيرا يقول ابن القيم الكريم قريب من الله قريب من الناس قريب من الجنة بعيد عن النار أسر الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا نهل الجنة آمين يا رب أنا أشكرك دكتور راشد كنت ضيفا خفيفا يعني معنا في فقرات أو حلقات هذا البرنامج جزاك الله خير بارك الله شكرا الله لكم شكرا لك تقبل الله مننا ومنكم صالح الأعمال اللهم أمين شكرنا يمتد لكم مشاهدينا الكرام نشكركم على طيب متابعتكم لنا في هذه الحلقة ولا أنسى أن أشكر فريق العمل الذي يقف خلف هذه الكاميرات وداخل غرفة الكنترول لا تنسوهم أبدا من دعوة خاصة في هذه اللحظات الجميلة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم وأن يسعدهم كما أسأله سبحانه أن يوفقكم أنتم وأن يجعل صيامكم مقبولة وطاعتكم مقبولة إنه سميع قريب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام السلام